اهلين وسهلين حبيباتي عسلامتكم ومرحبا بكم في هذا نوفل فيديو اللي ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير هذا الفيديو راح تكون ان شاء الله تكملة للفيديو اللي سبق كنت خليت لكم في الفيديو اللي سبقت وصفة لترطيب وتنعيم الشعر وجاوني بزاف تعليقات يقولوا لي مريوما شوفينا وصفة ضد تساقط الشعر شفت بلي لغاشي كاميرا رويعاني من هاد المشكل وانا مريت شخصيا بهاد المرحلة دون جون مسويدي نعطي لكم تجربتي الخاصة وبعض النصائح في هاد المجال اول ناصحة المدهلكم يا حبيبات قلبي انه كيكون عندكم مشكلة على تساقط الشعر ما تطلبوش من اليوتيوبرس تعطي لكم وصفة داكور تطلبوه من الطبيب الجلد هو لي يعطي لكم الوصفة انا شخصيا كي كان عندي المشكلة على تساقط شعر ما رحتش نشوف انتغنت باش نلقى الحل رحت عن الطبيب الجلد هو لي كتبلي وصفة طبية عال حساب الاناليز اللي درتهم شافوا شن هو المصدر تعطي تساقط شعر وشن هو اللي بخوبلم يعني الداخلي باسكو ديرو في بلكم باللي تساقط شعر ما يجيش هكذا كبرك يجي من مشكل داخل الجسم نقص في حاجة معينة داخل الجسم يأما نقص في الفير ولا الاسترس ولا المهم يكون عندو اسباب داخلية دونك حنايا منجوش نعالجو المشكل من برا وانتجاهلو يعني المصدر الرئيسي تحت ساقط شعر هو داخل الجسم بتاعنا دونك اول حاجة ننصح بها اي فاتاة قاتلي مريم اعطيني وصفة نقولها مشي انا اللي نعطيك الوصفة اليوتيوبز مشي طبيبة روحي عم طبيب الجلدي حبيبتي يعطي لك ديزاناليز يعرفو شن هو المشكل باش يعرف الحل الانسب داكور انا كنت رحت جسما عند يعني طبيبة تاع الجلد وكانت كتبتلي وصفة وكنت درتلكم بدوري يعني فيديو خاص بهذه الوصفة الطبية ورح اخلي لكم دايور الرابط دياله هنا وحتى في صندوق الوصف باش تروحوا تشوفوه كانت اعطاتلي ديزاناليز وصابت باللي عندي اون بتيت انامي لانك هاديك الانيمي اللي كانت تسببلي تساقط شعر تمك عرفة الطبيبة واشتمدلي كندو داكور كانت مدتلي هادا يالو نوتريكا بيالبنات هادا مكمل غدائي يعني هادا مقدرو كما قولو نشربوه مكمل غدائي ماشي دوا لكن كنت يساجد ميديكامان ما نقدرش نقولكم اشربو هادا دوا ولا شربو هادا دوا لانو ما نقدرش نعرف او هادا دوا صلح لي انا يا مريم صلح لي سا فا تربلين تتاني يسلح لك سا ديبون لك ديالك سا ديبون لكارنس ديالك ونراهي لحقة الطبيب يعرفوش من البوزولوجي يعطي لك ربما الى كانه نعطاني 1 فا بر جور بلك انت تسحقيت 2 فا بر جور ربما هادا لوفير ما يسلح لك شي سلح لك اما فير واحد اخر المهم ما تاخدي ناصيحة من حتى واحد ما ملكا يعني اقرباءك فاميلتك ما تاخدش منهم ناصيحة الناصيحة ولا الوصفة ما يعطيها لك غير الطبيب داكو اكيد انو الطبيب رح يعطي لكم دو فاق الى القابلة عندكم دولانيمي ويعطي لكم تاني دولا فيتامين سي يعني دولا فيتامين سي توجور ينصحوا بها الاطباء مع الفاق لانها تساعد على تثبيت الحديد داخل الدم داكو يتعاونوا كين دون هادا فيتامين سي او لا كين هادية اللي بنات اللي جي هاد لغوبو هادية في خمسمائة اغران لك في هرطل هادية اللي جي على شكل بودرة كما راكو تشوفو فيها هنا ها هي ها هي سيتون بودرة هادية ندرو منها مغرفة صغيرة داخل كاس كبير تعمى نحركو مليح ونشربوها طعم تحا ما كدبش عليكم يعني طعم ماشي قاعب بني نشغول فرامون قارس ما المهم يفون نحتمو على روحتينا انتوكا طبيبا قتلي بلي هاد لابودرة هي احسن ماركة تحا فيتامين سي سور الماركة هي يعني اللي تقوم بالعمل تحا بشكل جيد وهادي اللي تقدر تخدو منها يعني كامل مم كان أفراد اللي قدر يخدو منها هاد يالوبري تحا شوية غالي لبنات داكو الارت المياه 380 الف داكو D равно 380 ما انتوكا ستاانغروبه في هرطل يا البنات داكو وان مهم طان قاتلي يعني بلي الفعاليتيها مليحة كما كله قولنا وصفة طبية هي الاول ناص بيها لثاله م σε حال عامل قولي أران نعاني ومنت الصق وتشع نقدروا نستعملوا وصافات علاجية ربما باستعمال أعشاب والزيوت هذا ما رح يساعدوا التخلص من مشكلة التساقط مش يوحدهم يعني التخلص بمس الوصافات رح يعطينا إن شاء الله نتيجة إن شاء الله بربي ناجحة لكن باش تقولوا لي نعالج التساقط بالزيوت ولا بالأعشاب ونخلي المشكل يعني الأصلي ما زالوا كين فيها هادي ما كاش منها اليوم إن شاء الله رح نشوفوا وصافات مكملات غدائية كيفاش نديروا يعني بعض الوصافات في المنزل إن شاء الله نافعة وبتجربتي الخاصة نفعتني وصلحت يعني في هاد المجال فقر الدم ولانيميك وإن شاء الله في فيديو وحده خليبنات رح نشوفوا وصافات لنستعملوها ديغة كتموة على الشعر باش إن شاء الله نقدم تماما على مشكل تساقط الشعر يالله بنا يا البنت أول وصفة إن شاء الله رح ندهلكم اليوم أنا نعتبرها بنسبة لي وصفة سحرية يعني حقيقة لغيز يلتطحها نضمنه لكم أنا بضمانتي لغيز يلتطعو عليا شخصيا هاد الوصفة كتم جربتها كي كنت حامل ولمزيت ودايغة ننصح بها كامل لنساء الحوامل النفسات اللي عندهم فقر الدم اللي يعاني وملفشلة جربوا هاد الوصفة وشو نقولكم هاد الوصفة نسحقو في هاد الوصفة او العدس الحمر مع القمح لوبلي تلقاوهم يتباعو عند البيسري وعند اللي يبيع الحوبوب بالميزان في المارشي المهم على هم توفرين نحكموهم نحمصوهم من مليح في المقلة بعد ما يتحمصو نديروهم في الوغوبو اللي نرحيو به ربما القهوة وللمهم كل واحدة وش عندها نرحيوهم من مليح حتى نتحصلو على بودرة او انفاغن من بعد ان شاء الله نستعملوها على هاد الشكل فارين هاوليك اللي نسحقوه بعد ما نرحيوها ولما نحمصو هاد المكونات والله هي البنات على ضمانتي ما راحنش تحسو بلقوط على العدس تماما هاي اللي كلافاغن اللي نتحصلو عليها وش نديرو لها نخلطوها مع شوية عسل حر راحن تحصلو على الماداق طمينا روينا مي باش تقولوا تحسو بلقوط على العدس على ضمانتي لقوط على العدس راح يختفي تماما لانه محماص راح تجيكم لقوط على روينا ستخيط خيبون هادية تاخدو منها مغرفة كبيرة كل صبح راحن بإذن الله تعالى تلقاوا عليها نتيجة مرضية هاي اللي كان اللي هنا ينخلطها مليح مع العسل ديالي العسل جوزتو شوية في الميكرووند باش يولي لي شوية سائلة سهل علي العماليات على الخلط نحرك مليح ونخلي في هاد الوبو كل صبح ناكل مغرفة النساء الحوامل والنفسات نعاود ونقول لكم خودوا من هاد الوصفة والله راح تنفعكم إن شاء الله كما نفعتني باسكو فريمون هاي اللا فريمون هاي اللا وكي ما قلنا مام المادا قتحها راح يعجبكم تعودوا تاكلوها مام باق بليزير مش يغرع لجل يعني دواء هاني نحرك ها مليح باش نتحصل على الخلطة السحرية تاعي ضد الانيميا وفقر الدم وإن شاء الله راح يكون عندها نتائج على تساقط الشعر على الفشلة على كلش كلش بإذن الله تعالى ها وليك على واش راح نتحصلو في الاخير ووالا ان شاء الله تجربوها يا البنات وتدعو لي بالخير لأنه اكيد بإذن الله تعالى تلقاوا عليها ان شاء الله نتيجة مرضية نخليها في هاد الوبو كل ما يخلاص لي نزيد نعاود العمالية هاقد حتى تتحصر وحتيكم يعني احسن واحسن وبالنسبة لنساء الحوامل ننصح بها بندن لنف موان نجوزو دركاء للوصفة الثانية هادي مشي عبارة عن وصفة وإنما يعني معلومة فقط اللي ما تعرفهاش لزابات عالجاج يا البنات لزابات عالجاج نقولو ونعاودو راهم غنيين بزف 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 بلوفيخ مامي لا ما تحبيش تاكليهم سيفي على روحك ديريهم بالطريقة اللي حبيتي شويهم مقليهم ديريهم مشرملين المهم انك طيبهم وتاكليهم لدينا الكبدة تاع الدجاج عنها هادي الكنزة مع بلش كيفاش تسميوها يعني احنا نسميوها الكنزة بالعربية لفصح القانصة نرجع لدراسة الواسط تاع السرام انتو كافالا هادو ما اللي زابات عالجاج يا البنات هايلين بالنسبة اللي نيمي حقيقا انا وش راني نوري لكم سي الحاجة اللي جربتها شخصيا ما نعطي لكمش دي غوست مع لباليش النتيجة تحهم بالصح هادو ما اللي مجربتهم ونفعوني ما نبخلش عليكم يا حبيباتي كيف كيف هاد الكنزة ارميزوش ثلاثة كل يوم كي تكوني طيبي جواز ديالك ارميزوش ثلاثة دخل المرقة يطيبو كوليهم انتيا ولا اقليهم شرمليهم المهم هاد شي يعود لك لكن كولي منهم هادا يا تاني القلب بتاع الدجاج تاني مفيد جدا انا والله ما نحبوش بصح والله غير نسيفو على روحي ونناكلو لا غالب للضرورة احكام وكما نقولو الدول لا غالب حتى ان شاء الله ربي يشفي كل واحد ويشفي كل مومن وحاجة واحد اخرى اللي ربما ماشي كامل ناس يعرفوها هي هاد شيبس لا لا ماشي شيبس هادا يا هادك الشكارة كما نقولو هادك الكيس اللي يكون داخل الكنزة نحلوها نحلوها نفرغوها كامل من هادك شي اللي يكون فيها نغسلوها مليح 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 ونحطوها في الشميسة تنشف راح تولي يابسة كيماشيبس هادا تتكسر وتتفتت كيماشيبس هاد يا يالبنات تاني المنافع تحها ضد الانيميا ماتقدروش تتصورو راح تولي يابسة ترحيوها كيما درت قبيلة مع هاداك القمح والعدس رحيوها فلغو بوتعكم تولي اون بودغ وهي تاني خلطوها بالعسل وكيف كيف لغو على ضمانتي إلا حسيتو بلغو تاعل الجاج معا العسل راحو قولو لي مريو معطتي اون غوسك تعيف انا تاني ما نقدرش ناكل حاجه كفيها ريحة ولا لكن بضمانتي لبنات كي ينشفوا راح يروح تماما الرائحة حتى هم يقعدوا فقط الفوائد ارحيوهم مليح خلطوهم مع العسل ولا مع دبس التمر دبس التمر تاني راهو يعني هايلو فعال بالنسبة اللانيمي وقدرت لكم فيديو عليه خاص مديت لكم فيه طريقة على استعمال ديال ويكسيتي غار حنخلي لكم الرابط تاعو هو تاني تقدروا تستعمله وليس بالنسبة لغوسات ان شاء الله نهار اليوم عندي بزاف ديغوسات وحده وخرين ضد الانيميا ويعني باش ان شاء الله يا ربي نقدروا على هاد المشكل وان شاء الله نقدروا ان شاء الله معاه على تساقط الشعر وعلى عدة مشاكل في الجسم اشتركوا في القناة و اشتركوا في صفحتي على انستغرام مريم لايف ستايل انا اضرب لكم موعد ان شاء الله في الايام المقبلة اشتركوا في القناة